اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ابناء التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا اليكم مجددا في حصة جديدة ودرس جديد من دروس الرياديات إنه درس الأعداد العشرية واحد الأعداد العشرية الحصة الأولى إذن كما عتدنا دائما في أول مرحلة من مراحل الدرس نبدأ بالحساب الذهني والحساب الذهني يقول احصر الكسور التالية بين عددين طبيعيين لدينا مجموعة من الكسور الكسر الأول 12 على 25 الكسر الثاني 25 على 7 والكسر الثالث 36 على 5 إذن أبناء التلاميذ لديكم مهلة من الوقت لنقل لديكم دقيقتين للتفكير والعمل ثم نعود فيما بعد للتصحيح إذن عدنا إليكم مجددا أعزائي التلاميذ إلى الحل تابعوا معي إذن كما رأيتم في حصة سابقة قاعدة تقول بأن أيما كسر يكون بسطه أكبر أو عفوا أصغر من مقامه فإن الحصر يكون مباشرة بين سفر وواحد إذن لاحظوا هنا الكسر لدينا 12 أصغر من 25 البسط أصغر من المقام إذن الحصر مباشرة سوف يكون بين سفر وواحد ننتقل إلى الكسر الثاني لاحظوا هنا لدينا بسط ومقام البسط 25 والمقام 7 إذن هذا الكسر عكس الكسر الثاني 25 أو البسط أكبر من المقام إذن هذا الكسر سوف نخضعه مضاعف سبعة حيث يكون هذا المضاعف من هذه الجهة أصغر من 25 مضاعف سبعة يكون أصغر مباشرة من 25 ومن هذه الجهة يكون هناك عدد مضاعف لسبعة أكبر مباشرة يعني أكبر من 25 إذن ما هو هذا العدد؟ سوف نلجأ إلى جدول الضرب إذن سبعة في واحد كم تساوي؟ سبعة في واحد يساوي سبعة سبعة في اثنان يساوي أربعة عشر سبعة في ثلاثة كم يساوي؟ سبعة في ثلاثة يساوي واحد وعشرون إذن نلاحظ بأن واحد وعشرون هو العدد المناسب لماذا؟ لأنه أصغر هو من مضاعفة سبعة وهو أصغر مباشرة من 25 إذن نكتب هنا واحد وعشرون إذن سبعة في ثلاثة يساوي واحد وعشرون سبعة في أربعة كم يساوي؟ يساوي تمانية وعشرون إذن العدد المناسب من هذه الجهة هو تمانية وعشرون نلاحظ بأن واحد وعشرون أصغر من 25 وهو من مضاعفات سبعة وثمانية وعشرون أكبر من 25 وهو من مضاعف سبعة إذن الآن نبحث عن ما هو العدد الذي ضربناه في سبعة فوجدنا واحد وعشرون إذن سبعة في ما هو الرقم الذي ضربناه في سبعة فوجدنا واحد وعشرون إذن سبعة في ثلاثة سبعة في ثلاثة ما دمنا قد كتبنا ثلاثة هنا إذن مباشرة سوف أكتب أربعة من هذه الجهة وإذا أردت أن أتأكد سوف أقول سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرون وسبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرون إذن هذا الكسر سوف أحسره بين ثلاثة وأربعة إذن ننتقل إلى الكسر الثاني أو الكسر الثالث إذن الكسر الثالث ستة وتلاثون على خمسة إذن ستة وتلاثون أكبر من خمسة أو البسط أكبر من المقام سوف نخدعه إلى نفس القاعدة التي أخضعنا فيها أو أخضعنا إليها الكسر التاني إذن سوف نبحث عن مضاعف الخمسة الأصغر من ستة وتلاثون يلا خمسة في واحد يساوي خمسة خمسة في اثنان يساوي عشرة خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر خمسة في أربعة يساوي عشرون خمسة في خمسة يساوي خمسة في ستة يساوي ثلاثون خمسة في سبعة يساوي خمسة وتلاثون إذن خمسة وتلاثون هو أصغر من ستة وتلاثون إذن هو العدد المناسب الذي سوف أكتبه من الجهة الأصغر إذن من هذه الجهة سوف أقول 5 إذن 5 في 7 يساوي 35 هنا مباشرة 5 في 8 يساوي 40 إذن نلاحظ هنا 35 من مضاعفة 5 وهو أصغر من 36 وأربعون هو من مضاعفات 5 وهو أكبر من 36 الآن سوف أكتب الرقم الذي ضربته في 5 وأعطاني 35 إذن ما هو الرقم الذي ضربته في 5؟ تذكروا معي 5 في 7 5 في 7 يساوي 35 من هذه الجهة مباشرة سوف أكتب 8 لماذا؟ لأن 5 في 8 يساوي 40 أن نتطرق إلى التطبيقات والأمثلة لا بأس أن نذكر بأن الأعداد تنقسم إلى جزئين أساسيين أو قسمين أساسيين وهي العدد الطبيعي والعدد العشري ما هو العدد الطبيعي؟ إذن العدد الطبيعي مثل 25 25 35 3698 10 12 85 135 إذن كل هذه الأعداد نطلق عليها أعداد طبيعية أما الجزء الثاني وهو العدد العشري ما هو العدد العشرية ترى؟ لاحظوا جيداً إذن هذه هي العداد العشرية العداد العشرية هي نفسها العدد الطبيعي لكن الفرق بينها وبين العدد الطبيعي أن العدد العشري يقسم أجزاءه أو تقسم أجزاءه فاصلة إذن لو نزعنا هذه الفاصلة الأصبح لعاد إلى عدد طبيعي وهو 25 كذلك هنا لو نزعنا الفاصلة الأصبح 135 والعدد العشري بدوره أيضاً ينقسم إلى أجزاء فلنلاحظ ما عاد؟ إذن فلنأخذ مثل 1.35 إذن نلاحظ هنا بأن هذا العدد يقسم إلى جزئين وما الذي يقسم أجزاءه إلى هذا العدد وهي الفاصلة لاحظوا جيداً هنا إذن لدينا جزء 35 على يمين الفاصلة 1 على يسار الفاصلة إذن 1 ماذا نسمي هذا الجزء على يسار الفاصلة وهو رقم 1 إذن نسميه جزء صحيح هذا يسمى جزء صحيح يقع قبل الفاصلة أو على يسار الفاصلة يسمى جزء صحيح أما الذي يقع على يمين الفاصلة يسمى جزء عشري يسمى جزء عشري إذن ركز جيداً مع مرحلة أكتشف إذن 1.35 فلنضع هذا العدد في جدول لكي نتعرف على الجزء العشري جيداً وعلى الجزء الصحيح جيداً لاحظوا هذا الجدول يقسم هذا الجدول خط أحمل سوف نرى لماذا لوننا هذا الخط بلون الأحمل إذن الجزء العشري والجزء الصحيح كما رأينا من قبل بأن هذا يسمى جزءاً صحيحاً وهذا يسمى جزءاً عشرياً فلنضع كل جزء في خانته المناسمة إذن نبدأ بالجزء الصحيح نعرف دائماً بأن أي عدد طبيعي يقسم إلى مناتب وهذه المناتب العدد الطبيعي هي الأحد والعشرات والمئات ووحدات الألاف إلى آخره إذن هنا وضعنا الأحد والعشرات كمثال فقط الجزء العشري كذلك ينقسم إلى أجزاء لدينا الجزء الأول أول جزء بعد الفاصلة يسمى جزء من عشرة يعني الرقم الذي يقع بعد الفاصلة المباشرة هو جزء من عشر إذا كان واحد فهو جزء واحد من عشرة إذا كان اثنان فهما جزءان من عشرة اثنان على عشرة إذن هذا مثال فقط لو كان أربعة نقول أربعة أجزاء من عشرة الرقم الثاني الذي يقع بعد الجزء الأول من عشرة أو في المرتبة الثانية بعد الفاصلة يسمى جزء من مئة كذلك لو تعددت الأعداد أو الأرقام هنا بعد أنه كان هناك أكثر من رقمين بعد الفاصلة سوف نضيف خانة أخرى وهي جزء من ألف إلى آخره وجزء من عشرة آلاف إلى آخره إذن نعود إلى الجزء الصحيح الرقم واحد لاحظوا هنا لدينا رقم واحد فقط بعد الفاصلة إذن بالتالي هو في الأحد الجزء الصحيح فهو في مرتبة الأحد لو كان لدينا رقمين لوضعنا أحدهما في العشرات وآخر في الأحد هنا لدينا رقم واحد إذن مرتبته مباشرة هي الأحد لاحظوا ثلاثة هنا قلنا الرقم الأول الذي يقع بعد الفاصلة يجب أن يوضع في الجزء من عشرة إذن ثلاثة هنا نسميه جزء من عشرة إذن لدينا هنا ثلاثة أجزاء من عشرة أما الخمسة فتقع في المرتبة الثانية بعد الفاصلة إذن هي في الأجزاء في الجزء من المئة إذن نقول لدينا هنا خمسة أجزاء من مئة نقول خمسة أجزاء من مئة إذن أخيرا لاحظوا هنا هذا العدد نكتبه كاملا هنا واحد فاصل خمسة وثلاثون واحد فاصل هنا هذا والخط الأحمر هو بمتابة الفاصلة يفصل بين الجزء العشري والجزء الصحيح يفصل بين جزئي العدد العشري والصحيح فنقول واحد فاصل خمسة وثلاثون إذن هنا لدينا واحد فاصل خمسة وثلاثون إذن نقول واحد فاصل خمسة وثلاثون تساوي واحد وهو الجزء الصحيح زائد ماذا؟ زائد ثلاثة على عشرة زائد خمسة على مئة وهو الجزء الثاني هنا أخيرا تساوي مئة وخمسة وثلاثون على مئة لو أردنا كتابته على شكل كسر لقلنا مئة وخمسة وثلاثون على مئة سوف نرى لماذا كتبنا مئة هنا إذن إلى مرحلة أنجز واحد أكتب الكسور التالية على شكل أعداد عشري إذن خمسة وثلاثون تساوي تمني على عشرة تساوي مئة وخمسة وثلاثون على مئة تساوي خمسة ألاف ومئة وأربعة وخمسون تساوي ماذا؟ إذن نبدأ في الحل هنا خمسة وثلاثون على عشرة خمسة وثلاثون سوف نحولها إلى عدد عشري ما معنى عدد عشري نحولها إلى عدد بالفاصلة لاحظوا هنا في أي كسر عشري عندما يكون مقامه عشرة عندما يكون مقامه عشرة يعني لدينا سفر واحد بعد الواحد هنا فإن العدد الذي سوف يكتب على شكل عدد عشري سوف نأخذ منه رقما واحدا بعد الفاصلة سوف نأخذ منه رقما واحدا بعد الفاصلة لماذا؟ لأن لدينا هنا سفر واحد إذن نقول النتيجة هي ستة فاصل خمسة إذن هنا لدينا رقمين أخذنا واحد بعد الفاصلة والآخر في الجزء الصحيح قبل الفاصلة هنا لاحظوا جيدا تمانية على عشرة تمانية على عشرة هنا لدينا رقما واحدا لدينا رقم واحد هنا كيف سوف أكتبه على شكل عدد عشري لو كان لدينا رقمين نأخذ واحد بعد الفاصلة لماذا؟ لأن لدينا سفر واحد والجزء الآخر سوف يكون في الجزء الصحيح هنا لدينا رقم واحد إذن سوف آتي برقم آخر أضعه قبل الفاصلة أما الثمانية سوف تكون بعد الفاصلة ما هو هذا الرقم يا ترى؟ إذن الرقم هو سفر سفر فاصل ثمانية سفر فاصل ثمانية لاحظوا هنا نمر إلى الكسر الثالث مئة وخمسة وتلاتون على مئة لاحظوا جيدا هنا هنا لدينا سفر واحد أخذنا رقما واحدا بعد الفاصلة عندما حولناه إلى عدد عشري هنا لاحظوا ركزوا جيدا لدينا رقمين بعد أو عفوا سفرين في المقام لدينا سفرين في المقام إذن سوف نأخذ ماذا؟ رقمين بعد الفاصلة وبالتالي سوف يكون العدد واحد فاصل خمسة وتلاتون نمر إلى الكسر الرابع خمسة ألاف ومئة وأربعة وخمسون على مئة نفس الشيئون لدينا سفرين في المقام يعني العدد مئة العدد مئة إذن سوف أخذ كذلك رقمين بعد الفاصلة وبالتالي سوف تكون النتيجة واحد وخمسون فاصل أربعة وخمسون إذن القاعدة هنا كلما كان المقام عشرة أخذنا عند تحويل العدد الكسر إلى عدد عشري أخذنا رقما واحداً أما إذا كان مئة أخذنا رقمين وإذا زادت عدد الأصفار هنا زدنا الأرقام بعد الفاصلة حسب عدد الأصفار الموجودة في المقام عشرة مئة ألف إلى آخره إذن اكتب الأعداد العشرية التالية على شكل كسور عشرية الآن سوف تعطى لنا أعداداً عشرية نحولها إلى كسور عشرية ثمانية فاصل ثلاثمائة وخمسة عشر العدد الثاني ثمانية فاصل ثلاثون عفواً فاصل سبعة تساوي وتسعة فاصل خمسة وثلاثون تساوي إذن سوف نحولها إلى كسور لدينا قبل ذلك لاحظوا ثمانية فاصل ثلاثمائة وخمسة عشر كم رقماً بعض الفاصلة موجود هنا؟ إذن لدينا جزء صحيح فيه رقم واحد وثلاثة أرقام بعض الفاصلة ثلاثة أرقام بعض الفاصلة إذن المقام سوف يكون كم؟ ألف المقام سوف يكون ألف والفاصلة سوف تمحى الفاصلة سوف تنزع الفاصلة ويكتب العدد كامل هنا بدون فاصلة أما المقام سوف يكون حسب الأرقام الموجودة بعض الفاصلة لدينا واحد اثنان ثلاثة أرقام إذن المقام سوف يكون ألف هنا في العدد الثاني اثنان وثلاثون فاصل سبعة في البص عندما أحوله إلى كسر هذا سوف يكون بسطاً لكن دون فاصلة فاصلة أما في المقام سوف أضع كم لدينا رقماً بعض الفاصلة هنا؟ رقم واحد إذن المقام سوف يكون عشر ثلاثمائة وسبعة وعشرون لاحظوا العدد نقلناه إلى البصد إلى هنا لكن دون فاصلة والعدد كتبنا عشرة حسب الأرقام الموجودة بعد الفاصل إلا العدد الثالث إذن الجواب هو تسعمائة وخمسة وثلاثون على مئة تسعمائة وخمسة وثلاثون نقلنا العدد دون فاصلة وكتبنا مئة لماذا اخترنا مئة؟ ولماذا كتبنا مئة هنا؟ لماذا؟ لأن لدينا رقمين بعض الفاصلة بالتالي سوف أكتب مئة إلى القاعدة الآن إذن ما يجب تعلمه القاعدة تقول أعبره على عدد عشري بكتابة كسرية أو بكتابة بالفاصلة في كتابة عدد عشري بالفاصلة أميز الجزء الصحيح والجزء العشري مثال إثنان فاصل خمسة وثلاثون سوف يقسم العدد إلى قسمين أو إلى جزئين جزء بعد الفاصلة يسمى الجزء العشري والجزء قبل الفاصلة يسمى بالجزء الصحيح إلى التطبيق الآن سوف نطبق ما كنا نراه في هذه التمرين إذن أكتب الأعداد العشرية التالية على شكل أو على نعم على شكل كسور عشرية لدينا 82.15 تساوي و 2.15 ماذا تساوي و 154.1 ماذا تساوي 1.189 ماذا تساوي إذن قبل ذلك 82.15 إذن حسب ما رأيناه من قبل أحسب عدد الأرقام الموجودة بعد الفاصلة هنا لاحظوا لدينا رقمين بعد الفاصلة عندما أريد كتابته على شكل كسر أقول في البسط أنقل هذا العدد كاملا لكن ماذا دون فاصلة وفي المقام وفي المقام سوف أكتب ماذا أكتب في الفاصلة أو عفوا ماذا أكتب في المقام إذن لاحظوا 8.215 على 100 هنا لدينا 2.15 كذلك لدينا رقمين بعد الفاصلة وبالتالي سوف أكتب مئتين وخمسة عشر أنقلوا العدد لكن دون فاصلة في البسط وفي المقام أكتب 100 إلى العدد الثالث 154.1 تساوي 1541 على عشرة هنا لدينا 1.189 تساوي 1189 على ألف لماذا ألف لاحظوا 1.2.3 أصفار إذن بعد الفاصلة سوف أضع الفاصلة وأترك بعدها أو بعدها ثلاثة أرقام إلى التطبيق الثاني أقول فكك الأعداد العشرية التالية إلى جزء صحيح وأجزاء عشرية لدينا 52.21 ماذا تساوي 5.689 ماذا تساوي إذن لدينا 52 هو الجزء ماذا ماذا يسمى 52 هو الجزء الصحيح إذن أكتب الجزء الصحيح 52 زائل الآن بعد الفاصلة الرقمين لدينا قلنا الرقم الأول بعد الفاصلة يسميه ليكون في خانة الأجزاء من عشرة والرقم الثاني في الأجزاء من مئة إذن زائد 2 على ماذا 2 على عشرة 2 على عشرة في الأجزاء من عشرة 2 وقعت في الأجزاء من عشرة زائد 1 على 100 1 على 100 لماذا؟ لأن 1 وقعت أو سوف توضع في خانة الأجزاء من 100 وتساوي 5200 و21 على 100 الرقم الثاني أو العدد التالي نعم 5 هو الجزء الصحيح هنا 5 هو الجزء الصحيح زائد مرتبة ماذا هنا؟ ماذا تسمى هذه المرتبة؟ الرقم الأول بعد الفاصلة هي في مرتبة الأجزاء من عشرة إذن سوف أقول 6 على عشرة زائد 9 في مرتبة الأجزاء من المئة إذن سوف أكتب 9 على مئة زائد تمانية هنا تقع في مرتبة الجزء أو أجزاء من ألف سوف أقول 8 على ألف وأخيرا الكسر سوف يكون بهذا الشكل لدينا 5698 على ألف إلى الواجب الآن الواجب يقول أنجز التمرين الأول والثاني صفحة 74 من دفتر الأنشطة الرياضيات إذن إلى هنا أعزاء التلاميذ ينتهي درسنا اليوم أتمنى لكم التوفيق والسداد إلى دروس أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته